انا قلت مباراة صعبة على الوداد البيضاء والمغربي الوداد على ارضه مش كويس المطش اللي فات او الدور اللي فات كسب برا ارضه وتعدل على ارضه كان ممكن يطلع من البطولة والنهاردة بيعمل مباراة قدام بترو اتليتكو يعني مباراة الصعود يعني النهاردة نقول الف مبروك مباراة الصعود يعني الموضوع كله ان الوداد صعب الوداد السنة دي ليس افضل من العام الماضي البطولة اللي فاتت رغم خروج الوداد من كايزر تشيف في الدور قبل النهائي الا انه كان افضل من البطولة دي والوداد السنة دي بيلعب على البطولة انه هو يحقق البطولة باي شكل الوداد حتى في دور المجموعات كسب الزمالك في المغرب واحد صفر وعلى ارض الزمالك كسب تلاتة واحد والدور اللي فات كسب خارج ارض واحد صفر وعلى ارضه تعادل صفر صفر والدور ده في الدور نصف النهائي بيتعادل يعني بيكسب بره ارضه تلاتة واحد وبيريح نفسه قبل ما يكونوا المباراة على ارضه يعني الوداد بيكترب من تحقيق الحلم وتخطيق هدفه بيقابل الاهلي المصري ان شاء الله الاهلي يقابل وفاق سطيف وبتالي الاهلي بنسبة خمسة وتسين في المية يعني ضمن السعود وفاق سطيف ما عندهش الامكانيات انه هو يعمل اسكور على النادي الاهلي والاهلي من الفرقة المرشحة للبطولة هوا الوداد هما من اول بطولة كان سانداونز مرشح بقوة وخرج من البطولة والزمالك خرجت من البطولة وبتر أتليتكو اهو كان من الفترة اللي فازت تم الترشحات لبتر أتليتكو وبتر أتليتكو بيودع البطولة النهاردة على يد الوداد البيضاو المغربي ويبقى الوداد البيضاو المغربي على ارضه ليس بالقوة الخارجية لما بيلعب برا بيلعب اقوى ممكن يكون عامل جماهيري معرفش العامل المؤسرة ان الوداد يبقى بالشكل ده على الارضه ايه هي ولكن احنا هنتفرج نهائي ان شاء الله بإذن الله يعني قوي بين الاهلي والوداد والف ألف مبروك لجمهور المغرب وجمهور الوداد خاصة وشكرا لكم ونتمنى ان احنا نستمتع بالكورة